اعلن حلف شمال الاطلنطية الناتو مقتل ستة من جنوده في مناطق متفرقة من افغانستان ليرتفع بذلك الى 107 عدد القتلى في صفوف الناتو منذ مطلع العام الجاري من جهة اخرى قام قائد قوات حلف شمال الاطلنطية الجنرال سانلي ماكراستال وحاكم اقليم هلمند بزيارة الى منطقة مارجا بعد تطهيرها من مسلح طالبان وقال المسؤول الافغاني انه يجري العمل على تطهير مناطق اخرى من المسلحين بالتعاون مع قوات الحلفة مضيفا ان الاف من الجنود الافغان انتشروا في المنطقة تاهبان لتوفير الخدمات التي يحتاجها سكانها